مئات البوذيين القوميين تظاهروا في ميانمار ضد الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي كلفته سانسوكي من الحزب الحاكم بإيجاد حل لمأساة تعيشها أقلية روينغا المسلمة التي ينظر إليها القوميون في ميانمار كنتاج لهجرة البنغاليين غير الشرعية ويرفض متظاهر من حزبها ركان القومي أن تضم لجنة أحدثت بهذا الخصوص شخصية أجنبية قائلا إن لجمهورية اتحاد ميانمار سيادتها وأن عمل اللجنة يعد تدخلا خارجيا في شؤون البلاد وتعد أقلية روينغا حوالي مليون نسمة يعيشون في ولاية راخين ولم يستطع عشرة الألاف منهم العودة إلى بيوتهم إثر أعمال العنف الدامي الموجهة ضدهم في 2012 ويقول عنان يتعين على المجموعتين السكانيتين أن تتجاوز أزمة الثقة السائدة منذ عقود وتجد سبيلا للتمسك بقيم العدالة والصدق والأنصاف المشتركة وبالنهاية يتعين على سكان راخين أن يرسم طريقهم للمضي قدما نحن هنا من أجل تقديم المساعدة واقتراح الأفكار وتقديم المشهورة ويرغب بعض ممن يعانون من الروهينغا في قدوم عنان وفريقه على أمل أن يثير مسائل تتعلق بحرمان الروهينغا من حقوق المواطنة ومعاناتهم في المخيمات العشوائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة